عمر تشيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حزب الأكبر تي الذي يترأسه رئيس تركي رجب طيب أردغان عمر تشيليك المتحدث باسم الحزب يقول بأنه تمت إحالة رؤساء البلديات ومسؤول الحزب ممن شاركوا في مراسم افتتاح منشأة لابد من مقاطعتها بولاية ريزا إلى اللجنة التأذبية داخل الحزب رئاسة الكوادر الحزبية لدينا تتابع مستجدات الأمر كان هناك صدمة كبيرة من قيام عدد من قادة حزب العدالة والتنمية في ولاية ريزا وعلى رأسهم أيضا قائد الحزب في الولاية بافتتاح مطعم بورجر كينج في الولاية طبعا هذه المركة قدمت منتجتها لجيش الاحتلال الإسرائيلي كنوع من أنواع الدعم للصهاينة في قتل الشعب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر وجزء من أرباح هذه الشركة يذهب للاحتلال الإسرائيلي لذلك حملات المقاطعة على أشدها في تركيا وغيرها من دول العالم العربي والإسلامي ويفاجأ الجميع بأن رئيس حزب العدالة والتنمية في مقاطعة ريزا أو أكبر مسؤول في الحزب بهذه المقاطعة يذهب ليفتتح هذا المتجر كان هناك حالة من حالات الغليان داخل حزب العدالة والتنمية وعلى الفور الحزب الذي يترأسه أردغان قام بتحويل هؤلاء لللجنة التأديبية داخل الحزب والآن يتم عمل تحقيقات موسعة معهم هل هي محاولة لتشويه صورة الحزب بين الأتراك؟ يعني أمر كان صادم ما الذي دفع هؤلاء للتفكير بهذا المنطق؟ في ظل إجرام إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وفي ظل حديث رئيس أردغان عن قطع العلاقات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل مطالبة بلال أردغان نجل رئيس التركي للعالم الإسلامي بضرورة قطع العلاقات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي يأتي مسؤول الحزب في ريزة ويقوم بهذا التصرف ويفتتح مطعم بورجر كينج حتى ما علاقة حزب العدالة والتنمية بافتتاح المطاعم ثم الأدهى والأمر نتحدث عن افتتاح مطعم بورجر كينج في ظل حالة من حالات الصخط العالمي حتى وليس العربي أو الإسلامي ضد هذه المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي أمر كان صادم وكان مريب وكان عجيب